موسيقى عبادة اجتماعية ومن أعظم القربات وأفضله وأحبها إلى الله عز وجل وفيها أجور عظيمة وتتميز فيها مجتمعاتنا وتعاني منها أحيانا شنو هذه العبادة؟ صلة الرحم خلونا نعرف مع بعض شنو صلة الرحم وشنو يعني قربنا من هذه صلة الرحم صلة الرحم يا أحباب صفة جميلة جدا وقطيعتها من أعظم الذنوب وأخطرها والمسلم في هذه الدنيا يجد في السير إلى رحاب جنة عرضها السماوات والأرض تدرون أن صلة الرحم من الأعمال اللي فايدتها بالدنيا والآخرة مثل ما راح نعرف خلال هذه الدقائق وإحنا لما نصل الرحم فإحنا قددنا منه؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال لأمره وأمر الله سبحانه وتعالى ولا شك أن أي مجتمع كان وأي أسرة بالبيت تشجع أفرادها على الترابط والتواصل وصلة الرحم فهي قاعدة أساسية تبني حصن منيع وقلع صامدة صعب جدا هدمها وينشى عن ذلك أسر متماسكة وبناء اجتماع متين يمد العالم كله بالقادة والمفكرين والناجحين والمعلمين والدعاة والمصلحين اللي يحملون مشاعر الهداية ومصابيح النور إلى أبناء أمتهم وإلى الناس أجمعين في ظل عصر مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا احنا نشوف أن لها أثر إيجابي وكذلك الأسف سلبي أثر إيجابي لأن في ناس احنا من أهلنا ما نعرفهم عدم فصارت مواقع التواصل الاجتماعي تقربهم لنا فنشوفهم ونكلمهم ونسأل عنهم والأسف في ناس يشوفون أن مواقع التواصل الاجتماعي لها أثر سلبي جدا 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 كيف لون؟ لأنها تسببت في قطع الرحم قطع الرحم المباشرة بين الأهل والتي تطلب زيارتهم والسؤال عنهم لأن للأسف احنا اكتفين في الكثير من اللوقات نحن بس مجرد أن نحن نتواصف الرسائل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ونسولف مع هذا ونسولف مع ذاك وما نزور بعضنا البعض وهذا الأمر طبعا يرجع لصاحبه بمعنى أن إذا عندك وعي ستعرف متى أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بالتواصل مع الناس متى أستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لما أتواصل مع الأهل ومتى ما ينفعوا لازم أروح لهم البيت كمثال أحد أقاربي مريض لا أقدر الله وهو في المستشفى وأقدر أزوره وأتطمن عليه ولكن بمجرد رسالة بالواتساب أنا اكتفيت يا فلان أدروا عافية وما تشوف شر طبعا هذه طام كبرى ترى هذا اللي بالمستشفى واحد يصير لي ومن الرحامي فمن الواجب أني أنا أزوره وأتطمن عليه وبيك تحط نفسك بمكان هذا الإنسان المريض بعيد الشر عنك وعن كل من يشوفنا طب يعودك أهلك وأقاربك يزورونك ويكونون حولك ويخففون عليك هالمصاب مو بس رسالة ومع السلامة فلا تخلي السوشال ميديا توصلك للعزلة والانفصال وتبلد مشاعر الإنسانية اللي فيك وانقطاع المهم والأهم صلة الرحم وتحويل الإنسان إلى مجرد رقم إذا حسبناها مع بعض بلغة الأرقام والنسب راح تأكد من كلامي عدل التواصل بين الناس مبني على الخطاب مبني على الخطاب اللفظي ولغة الجسد والمشاعر النسبة الطبيعية اللي تنتج من خلال العلاقات المباشرة هي 30% 30% لغة خطاب لكن 70% تواصل ومشاعر وبالتالي لما ننتواصل مع بعض من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فالانسان يفقد 70% الخاصة بالتواصل المباشر وبالتالي يؤدي إلى تباعد الناس عن بعضهم البعض وأننا نفقد روح التعاول والمشاركة والأهم من هذا كله الحب والاحترام والخوف تدرون من شنو من أن الأطفال والجيل الحالي اللي ديد يكتفي بهذه الطريقة اللي هي الطريقة التواصل الاجتماعي التواصل مع أمّا اللي هي بنفس الدارة وبنفس البيت فيقوم بممارسة سلوكيات هي بالفعل أصبحت سلوه بحياة خنكون صالحين مع بعض شوي ما عليه ممكن الكلام يكون قاسي لكن هذا الصحيح وهذا الصج ممكن الكلام ما يعجب البعض لكن هذا الواقع أمّي عايشة معي بنفس البيت وفي منطقة ثانية ولا بديرة ثانية ولا فيريت ثاني ولا ببيت ثاني لا 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 بنفس البيت لكن أتطمن عليها شون وتواصل معاها شون من خلال الرسائل من خلال السوشال ميديا في أولياء أمور عفية عليهم يزفون عيالهم ويخلوهم يجتمعون غصبا عليهم لأنهم يعلمون وعي أن هذا دين وعبادة لكن في أولياء أمور يا أخي مقلوب على أمورهم لا حل لهم ولا قوة أكيد راح يرضون بهذا الواقع الأليم فأنا ليش أوصل الأمور لهذا الموضوع لهذا المستوى ترى هل يصير لك وهل من لحمك ودمك يحب يشوفك جدانا وتسولف معاه وتسأل عنه بين فترة وفترة صلاة الرحم يا أحباب أسلوب وأسلوب حياة جدا جدا جميل لا بد أن نحن نتخلق فيه ونأخذ هذا الأسلوب منهج حياة الجميع والعجيب من أهمية ومكانة صلاة الرحم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن قرنها بالتوحيد وجعلها من الأمور اللي بعث عشانها ولما سؤل النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء أرسلك الله قال بكسر الأوثان وصلة الرحم ويوحد الله ولا يشرك به شيئا صلة الرحم يعني الإحسان إلى الأقارب في القول والفعل في زيارتهم وتفقد أحوالهم والسؤال عنهم ومساعدة المحتاج منهم واستعي في مصالحهم سمعوا معاي هذه القصة اللي حصلت مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومع مصطح ابن أثاث اللي كان ينفق عليه مصطح ابن أثاث كان من رحمة من أقاربة في حادثة الإفك اللي كلنا نعرفها أن مصطح انجرف وراء الفتنة واتكلم على عائشة رضي الله عنها أبو بكر في هذا الوقت خلاص يعني هذا أي إنسان طبيعي راح يسوي ليسواها أبو بكر الصديق أنه راح يوقف النفقة على هذا الإنسان اللي يتكلم في عرض بنته وشرف بنته الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت تعاتب أبو بكر الصديق ولا يأتي لأول الفضل منكم والسعة يعني الله سبحانه وتعالى كان يقول حقه أبو بكر الصديق ارجع وأنفق على أثاثة مرة ثانية وفعلا أبو بكر الصديق لأنه يبي الله سبحانه وتعالى يغفر لذنبه ويبي الله سبحانه وتعالى يعفو عنه ويبي الله سبحانه وتعالى يكرمه رجع وأنفق على هذاك اللي كان ينفق عليه وزاد في النفقة وهذا التعامل الصح مع كل الناس اللي حولي والأهم مع قاربي لأن هذا شيء من صلة الرحم من الأمور الجميلة في صلة الرحم بني أنا أوصل هذاك الشخص اللي قطعني وبني أنا ما أرد الإساءة بالإساءة وأدفع بالتي هي أحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصر رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خير أو ليصمت يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم ربط صلة الرحم بالإيمان ثلاثة أمور وهذه الأمور تحقق التعاون والمحبة بين الناس وهي كرام الضيف وصلة الرحم والكلمة الطيبة ربط الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأمور بالإيمان فليؤمن بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر لا يقطع رحمه وصلة الرحم علامة من علامات الإيمان كل الناس يحبون أن يوسع الله سبحانه وتعالى في رزقهم وأن يطور الله سبحانه وتعالى في أعمارهم لأن حب التملك وحب البقاء غريزتان من الغرائز الثابتة في نفس الإنسان فمن أراد هذا الشيء فعليه بصلة الرحم عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليسر رحمه وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يمود له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليسر رحمه تبي الله سبحانه وتعالى يبارك لك تبي الله سبحانه وتعالى يرزقك تبي الله سبحانه وتعالى يعطيك البركة في حياتك لا تقطع رحمك خلك واصل مع رحمك حتى لو أهمك طعوك في شغلة عجيبة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الرحم متعلقة بالعرش تخيل أن الرحم متعلقة بالعرش الرحمن سبحانه وتقول هذه الرحم من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله وقد استجاب الله سبحانه وتعالى لها فمن وصل أرحمه الله سبحانه وتعالى رح يوصله ويعطيه الخير والإحسان كله والحب والمودة صلة الرحم سبب لصلة الله سبحانه وتعالى لنا وفي إكرامه في الدنيا والآخرة أنت الحين ممكن تقول عمي زارني في يوم من الليام وخالي زارني ذاك اليوم ولا بد أن أنا أزور عمي وأزور خالي وأزورهم وتطمن عليهم مثل ما أهم يوني وزاروني وتطمنوا عليهم هل تظن أنك أنت قاعد تسوي هذا الأمر واصل لرحمك؟ طبعا لا أريدك تنتبه أن في هذا الشيء وفي هذه الحالة أنت من تبواصل أنت مكافئ كافأت الزيارة بالزيارة كافأت الشيء بمثله الفعل بالمثل فالواصل حقا هو اللي يوصل من قطعه ويزور من يجفوه ويحسن إلى من أساء إليه هذا هو الوصل اللي نحن فيه وصلة الرحم الصلة الحقيقية أن تصل من قطعك بعض الناس إذا قاربه ما يوله ما وصلوا له ولا سلو عنه يرد لهم المثل بالمثل والفعل بالفعل نفسه بالضبط ليش ما تدفع بالتي هي أحسن والتي هي أطيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها هذا هو الواصل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل يا رسول الله لني لي قرابه أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي أحسن إليهم يسيئون إلي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت لكأنما تسفهم المل اللي هو التراب الحار ولا يزال معك من الله عليهم ظهير ما دام هذا الرجل مقدم على فعل الخير ودفع بالتي هي أحسن ورد السيئة بالحسنة فالله سبحانه وتعالى راح يكون معاه والله سبحانه وتعالى راح يينه على هذه الإساءات اللي موجودة حوله ويكون بهذا الموضع هو الواصل وهم القاطعون أما إذا وصلوك ووصلتهم وإذا قطعوك قطعتهم هذا ما هو بصلة ما هو بصلة رحم أبدا أنت ساعات الأجنب اللي هو ما يصير لك لما يوصل لك توصلة وتروح له وتقرب منه ويقرب منك هذا أجنبي ما هو من صلة رحمك واللي هم من أقاربك وصلة رحمك ما تدري عنهم ترى هذا الشيء احنا محاسبون عليه احنا محاسبون عليه صلة الأرحام احنا محاسبين عليها تدري وين الطامة الكبرى مو لما يجفو الولد عمه أو يجفو خاله أو يتجفو البنت خالتها لا 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 الطامة الكبرى لما الولد يجفو أبوه و لما البنت تجفو أمه و تهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة فوق ثلاث يعني الإنسان ما يهجر المسلم بسبب أي مشكلة كانت فوق ثلاثة أيام فما بالك بالناس اللي يهجرون أمهاتهم و أبهاتهم بسنوات طويلة أنا بعرف هما شون نايمين الليل أنا بعرف شون هما متهنين بحياتهم أنا بعرف شون هما يبون التوفيق و الرزق من الله سبحانه وتعالى و البركة تحوفهم في هذه الحياة أقسم بالله العظيم أنتم مساكين أنتم وهنين مو بس قطعة تصلة الرحم أنتم دشيتوا مع العقوق و لو مع عقوق الوالدين فهذه طامة كبرى تدلون يا جماعة الخير أنا والله العظيم أعرف ناس ما يكلمون أخوانهم و ما يكلمون أمهاتهم و أبهاتهم لسنوات طويلة مو ثلاثة أيام و خلاص لا لا سنوات طويلة و هما هاجرين الناس اللي حولهم الله سبحانه وتعالى يحط لك في هذه البركة اللي أنت تتمناها و أنه يزيدك في رزقك و أن الله سبحانه وتعالى يبارك لك في كل شيء في هذه الدينة يوفقك و يسهل عليك و ينجحك و يعطيك كل ما تتمناه و يرزقك من حيث لا تحتسب عليك بصلة الرحم صر رحمك عشان الله سبحانه وتعالى يصلك و الله سبحانه وتعالى إذا وصل لك أدهشك بعطاياه العجيبة و عطاك أشياء أنت ما كنت توقعها أزانساً فسبت شنو فسبت أنك أنت وصلت رحمك و الله سبحانه وتعالى جازاك بهذا الفعل الله سبحانه وتعالى دائماً يجازين بالأحسن بالأفضل بالأجمل بالأكمل فعشان أنا أخذ هذا الأمر لا بد أني أنا هم كذلك أعامل الله سبحانه وتعالى بالأشياء الجميلة فأصل رحمي عشان الله سبحانه وتعالى دائماً يوصلني و يعطيني كل الخير و يفتح لي أبواب رحمته وأبواب جنتها بإذن الرحمن سبحانه وتعالى تدرون من الواصل يا أحباب ترى ما هو الواصل اللي عنده منصب ولا اللي عنده مال وجاه ولا اللي يعرف ملك ولا اللي يعرف وزير ولا اللي يعرف إفلان ولا فلنتان الواصل اللي وصل لله تبارك وتعالى الواصل اللي الله سبحانه وتعالى و وصله إذا كنت هبي ربي سبحانه يوصلك و أنك تتوصل لربي عليك بصلاة رحمك صلاة الرحم متعلقة بالعرش و تقول من وصلني وصله الله و من قطعني قطعه الله فيا رب رزقنا لذة الوصول لك و رزقنا لذة وصولك لنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر